مرحبا بكم مشاهدينا سهلا بكم في هذا البث المباشر على الوطنية الأولى اليوم بتبيع الاثنين 16 نوفمبر 2020 بداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة للجميع حلقة أخرى من حلقات تونس هذا المساء نرصد فيها أهم ما يحدث في تونس في مختلف المجالات طبعا وأنا نقولها للمشاهد التونسي كما هي في جزئين طبعا من الحصار جزء الثاني بيشيكون تركيزنا فيه على مسألة العودة الدراسية وتقييم للإجراءات الصحية والبروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية وتقييم أيضا الانتهاج للتدريس بالأفواج بالفوج وأيضا لتخفيف للدروس بعد شوية بشكور حاضرين معنا سيد كمال حجام المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتطوير الكفاءات السيد حتم عمارة المدير العام للمرحلة الأعدادية والتعليم الثانوية السيد نور الدين المنجي الكاتب العام لنقابة التعليم الابتدائي والسيد عمد بن براهيم كاتب عام لنقابة التعليم الأعدادي والثانوي في الجزء الأول من البرنامج بش نحكيه على الحادث اللي سار نهارة السبب واللي على إثر وسيد رئيس الحكومة قرر إعادة فتح معبر رأس الجدير وعودة النشاط التبادل التجاري بين تونس وليبيا وأيضا قرار التنقل الجوي أو عودة النقل الجوي ابتداء من يوم أمس اتعطلت مدة سبعة شهر وكانت هناك صعوبات ومشاكل كبيرة على مستوى التبادل التجاري يعود النشاط من جديد ما هي انعكاسات الغلق وهل الفتح بالطبيعة بشي يعيد النشاط إلى سالفي عهده هذا بشي نشوفوه بعد شوية أو في لحظات مع ضيفنا سعداء جدا باستقباله السيد علي الذوادي الأمين العام للغرفة الاقتصادية الليبيا التنسية أهلا وسهلا بك سعليم وشكرا على قبول الدعوة أهلا وسهلا وشكرا على استضافة وتحية لك ولكل المشاهدين القناة الأولى أهلا وسهلا بك في تونس وفي ليبيا في تونس وفي ليبيا يشاهدون يتبعوننا أنا نعرف أنه قسر للمشاهدين في ليبيا القناة الوطنية هذا كان يشحنا من بين المواضيع الهامة اللي نترحوها في الإعلام العمومي في التلفزة الوطنية نستسمك سعلي قبل ما نمشيوا الموضوعنا ونبدأوا في حديثنا اليوم صار إضراب عام في المحاكم في كل المحاكم بكامل توراب الجمهورية هذا الإضراب كان على إثر بيان صادر على نقابة القوضات وأيضا حتى على جمعية القوضات اللي أقروا إضراب عام بعد وفاة زميلتهم الله يرحمها سونيا العريض اللي ملقاتش ما كان في مساحة خاصة واشترت عليه المساحة أنها تدفع شايك بـ 30 مليون باش تبعيسها أو ترقدها في المساحة أثارت بطبيعة حافظة القوضات وخلتهم يحتجوا ويقرروا إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ثم لمدة خمسة أيام هذا الإضراب اللي فما شكون برروا وفما شكون جاء أو استنكر هذا الإضراب وجاء ضده لأنه من بين أهم المطالب امتحموا أنه يكون عندهم مطالبة بين مدوات في المستشفى العسكري على غرار بطبيعة السلطة بعض إطارات العليا بالدولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هل المطلب شرعي؟ هل على روس هم ريشة وإلا لا؟ وعليش القوضات يعملوا إضراب بالطريقة هذية؟ أو فما في الإطار الطبي وشبه الطبي وشكونوا توفاء وما عملوش إضراب فما شكونوا توفاءوا في السلك الصحفي وما عملوش إضراب فما شكونوا توفاءوا في المهندسين وما عملوش إضراب فما شكونوا توفاءوا في المحامات وما عندوش إضراب المفروض أنه كسلك التعليم أيضا للأسادة الجامعيين والأسادة التربية بمعنى أنه كل هياكل وقطاعات ومجالات المجتمع المدني من المفروض ثواسية أمام الخدمة الصحية والخدمة الاجتماعية ولا تفاضل بين هؤلاء وحتى قطاع على روس ومريشا عليش القوضات يضربوا كان أولى مثلا أن الإطار الطبي وشيف الطبي هم اللي يعملوا إضراب إذا كان يتمس منهم واحد ورغم ذلك ما عملوش للإضراب نحب أن نعرف هذا الكل في رابط مباشر مع زميلتنا كوثر بن دلالة أهلا وسهلا بيك كوثر معها السيد معز بن فرج هو نائب رئيس نقابة القوضات في رابط مباشر معه أهلا وسهلا بيك كوثر ويهمنا فعلا معنا التوضيح يندرع على روس ومريشا القوضات وإلا لا ولاش قرروا هذا الإضراب بالفعل شكر تحية طيبة لك ولكفة المشاهدين البداية كانت باجتماع عاجل ومن ثم قرار الإضراب وفيما يلي القرار عفوا على المقاطعة البداية كانت بقرار باجتماع عاجل ومن ثم قرار الإضراب ومن ثم أيضا التمديد في قرار الإضراب من ثلاثة إلى خمسة أيام كل هذا وخلق حدث واستياء كبير لدى الرأي العام التونسي خصوصا أنه المواطن التونسي اليوم اللي يتحول للمحاكم لن يجد خدمات قضائية باستثناء مطالب الإفراش لاستياء هذية وبتبيعة الحال الملاحظة اللي تقالت اليوم هل إنه القضاة على روس ومريشا بشنبلغوهم بشارة ضيفنا اللي هنالحضر بحدنا سيد معز بن فرج عضو نقابة القضاة التونسيين أهلا وسهلا بيك أهلا بيك عايز بن حبابيك استياء ويسع سيد معز اللي يمكن تحثوا على الحقيقة المواطن التونسي اللي هو قاعد يعاني يوميا التشخيص نعرفوه الناس الكل ولكن اللي يزيد من الضغط متاعه وكونه اليوم من نقابة القضاة والقضاة التونس الكل في إضراب عام لمدة خمسة يام وإلى غاية عشرين نوفمبر القادم هو إضراب التخلص والنقابة بعد محاولة لخلق تفاوض ومفاوضات مع جهات رسمية من رئيس الحكومة مع مجلس النواب الشعب مع وزارة العدل للإيجاد حلول العديد من الإشكالات والمشاكل تعرضوها القضاة نرجع لكل كلمة الشعب المتغشش من القضاة خط عملنا إضراب من خلق قضاة مستقلين وخدماتكم به القضاة في إطار القانون الناس كل فرحانة ونحن مجعانين ومتعبانين وخايفين من كوفيد ونشئون حتى أي معناتها إجراءات صحيحة وقائمة باشتمنعنا وباشتحمينا من هذا ولا نقعد ودس كل خايفين وطاني مش المحكو نبدأ خايف كيفاش بش نقوم بدورك قادي ولا خايف لو كنا لو تم استياء كبير ياسر زادة من القضاة طوما عقول نطوما كشعب طول تحب القضاة اليوم في وضع مزري ووضع خايف موتوا ونبدأوا ساكتين ما تحبونا نموت وحنا ساكتين تكون يرضى بواحد بشي موت هو سيكت ولكن نحن اليوم نتحث على وضعية عامة في تونس وضع وبائي والعديد من الموظفين والقطاعات في الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء كما المرضى كان شيكر يذكر في الموضوع والعديد من القطاعات الأخرى بما فيهم الصحفي اليوم عليش التأكيد على القضاء دون غيرهم نحن نرى الوضعية التوصف حال الوباء بين القضاء إلا أنه سكوت وصمت الجهات الرسمية توجه الوضع هذا في القضاء لكن لازمنا بش نعمو هالإضراب هذا لكن راو مش مسات الوباء فحسب إحنا مانيش كما قلتوا تقوموا عن ناريشة ولا نعيشوا في برج عاجي كما أي مواطن عادي نواجه في الوباء المطالبة متعكم سيد معز هي اللي عكست ربما الملاحظات المطالبة متعنا كان فيها من حقنا وقلنا رانا أحنا كيجيوا أنت يعقل الإيقاظة بشات بشتداوي إلا أنه ظروف هالمادية ما ممكن تناش بشتداوي في مساحة خاصة إلا أنه توفيت الله يرحمها تفهم فيه وقاضي آخر كيف كيف التعارض للقونيزة بتدخلات من فلان وفلان بش يدخل مشفص العسكري وقاضي أخرى البالع كيف كيف ما حتى وضعية مزنة بتاع القضاء ما قلنا شعرها في برج عاجي لكن الزمنة زادت حققونا تفهم فيه نومين إمام أن نحن نجم نعيشوا كمواطن عادي ولينا أحنا أقل من مواطنين عادي حقيقة وإحنا لهنا دورنا أن نبلغوا استياء الرأي العام وربما زاد حتى موقف الرأي العام التونسي ما تردد اليوم كونه النقاب العفو القضاءة بصفة عامة وكأنهم مواطنين درجة عليا ودرجة أولى والله إحنا لدرجة عليا ولدرجة أولى إحنا في درجة صفلة طوالينا وضعنا المادي حقيقة في أسفل السافرين قاضي لا ينقاش بشي الشدواء حتى كبش الداوي ممشي كما أي مواطن عادي المستشفى عام وداوي وشوف الداوي شوف لا وضع الشهرية متعنا في المعايير الدولية أقل شهرية تعفل إذا قاضي التونسي في المعايير الدولية من القضاءات اللي يخذ الميليموم في القضاءات في العالم وشو عالنا امتيازات معنا حتى امتيازات إحنا كتكلمنا ونعفو الوضع على البلاد ما يحتمل ما قلنا إنهم شعطينا فلوس يجي احنا على الحلول الكافية احنا متمكنين نجمو نقاول الحلول التي مغي ما نضغطوها على البلجيد اللي طابعتها على مزانية الدولة ونجمو نقاول الحلول من شأنها باش نجمو نحن توفرونا بعض الحاجيات الأساسية مثلا مثلا كما نقولو ولي عن الحق باش نداوي في المستشفى العسكري دونك الدولة التونسية تفهم فيه يعمو يتكافلوا بالمصاري في التداوي في المستشفى العسكري مثلا نعمو تابر فيسكال شو مشكلة تابر فيسكال تعرف انتي هي منو عدل بشي حرر وثيقة تفهم فيه بشي مشي يعمبها شكاية ياخذ عليها خمسة شن دينا تابر فيسكال في أي قضية كل مواتن يعمل قضية تفهم خمسة شن دينا وانتي تعرف تعرف لهنا مع المعاراعة زيادة الجانب الاقتصادي والوضعية المالية والمادية للمواتنين بسفة عامة بش نزيد ونثقلوا كهلهم بيه مثلا ما حتى إثقالي كهل المواتنين احنا يخذوا بعين الاعتبار نهنا شنو حاجات المواتن شنو يجي يصبح معتنا نخذوا القصيدين خلصهم يا سينا مش حاجة مسقطة كوثر بالله سمحني كوثر راهو طوى عمناو عمناو لحظات سمحني كوثر بالله أنا همي أنك تسألوا على موضوع مهم جدا مدى قانونية هذا الإضراب وهم رجالات قانون قبل كل شيء يا أخي مش المفروض مجلة الشغل توجب أن يقع الإعلام به عشر أيام على الأقل قبل الإضراب وهذا ما يعتبرش مخالفة يمكن أن تؤدي إلى تتبعات جزائية وحل النقابة المخالفة لهذا القانون هذه من ناحية مدى قانونية هذا الإضراب اللي من المفروض يعلموا به قبله بعشر أيام على الأقل حسب قانون مجلة الشغل من ناحية ثانية هل إضرابهم هما يشرع أيضا لإضراب قتاع الصحفيين أحنا في الواجهة الأمامية وفي القدام القدام هل يشرع لإضراب الجيش الأبيض هما زاد كيف كيف في الواجهة الأمامية والقدام هل يشرع لإضراب الأسلاث الجامعيين اللي في أسفل الترتيب في سلم الأجر برابور للقوذات رغم هما سنوات الدراسة بتاحهم وتحصلهم على أعلى شهادة العلمية أساتي ذاتهم ويقرروا فيهم في الجامعات بالله نحب الزوز أسلاث هما تسألهم له السؤال الأول نبلغوك به يتمثل في مدى قانونية هذا الإضراب خصوصا كونه من المفروض أنه يقع على الإضراب قبل بعشرية أظل أهلا قضاء تعالى هنا رأوا بشكل وقت ضربنا خاطر مسألة مستعجة ولثما موتا في صفور في القضاءات يخي أضربنا من أجل حقوقنا ومن أجل حقوق الشعب هذي رأوا يجب أن نفهم ونفرقه من مسألتين هامية اللي هو رأوا قاضي يضرب مش أحنا أضربنا تصوروشي معلتها أنتم تحبوا قضاء مستقل وناجز وقضاء يدافع الحقوق والحريات ولا قضاء يعيش اللوت وتخبي وخايف وقاضي نحشتنا بقضاء يحترم القانون نحترمنا القانون محترمين القانون ورأنا نحن هنا في اللقابة ما يمناش في إطار القانون متعلق بالنقابات العادية تفهم فيه لقابتنا لقابة قضائية تفهم فيه نحترمه في القانون وكنا ديما محترمين القانون وما لا ترمين حد شيء احنا ما ترمين مفاوضات وما ناش باش نحتكل حتى ما ناش باش نضغط على الدولة هذه وعلى الحكومة هذه وما ناش ضد الحكومة من ضدنا حتى أي شخص قلنا نجح نتفهم 50 إضراب ما تعتبروش الضغط سيمو عز ما هو الضغط مع عمر ما كان ضغط أحنا هنا وصلنا صوتنا للناس الكل كانت تحبوا قضاء به قضاء باللغة الدرجة قضاء اللي هو يعطيك الحق متاعك يجب تكون قضاء في مرتبة ما ناش خيم العبات لكن وفورنا أموالو ميني موم الميني موم اللي تحكي عليه هذي يا سمحني وهذي قدني لسؤال الموالي كونه زادة فم قطعات أخرى في الصفوف الأمامية الأطباء لسيد الجامعيين الصحفيين هل أنه إضرابكم هذا اليوم سيفتح المجال لإضرابات أخرى نستيش ما علناش بالنسبة لنحنا نعتبره من خلص في ناحية القضاءات أضربنا أي قطع آخر من حقه بيش يضرب هذا حق دستوري حق من حقه بيش يضرب ويماس حقوق ويطلبه بحقوق شكل تان قل تراو ما ناش بيش نضغط على الدولة هالي بلاي أن بش نفق لا أحنا مانا شكاكا وما ناش في المستوات من 2011 حتى لطوى معمرنا ما عملنا حاجة من شأنها بيش تعكر العمل العادي للدولة تفهم فيه يبقى هون ترحل كنا السؤال للعموم الكل أرجع القانون المالية ما شوى قانون المالية 2021 تماشي حاجة اللي هي تتعلق بإسلاح القضاء واللي هي تعطينا نوع من التمأنينة على مستقبلنا تفهم فيه ولكن كان هناك مؤخرا مجموعة من الإجراءات على غرار زيادة في الرويت بنت عقودة من الخمسين نال قداش اللي رويت عشر لفر خمساليف توقف تتشونا نصو زيادات حتى زيادات شكرا لك زيادة وحيدة 2014 وال2016 في عهد حكومة ترويكا زيادونا وقتها من وقتها وقفتها حتى حكومة ما زيادتنا نحب نذكر فقط شكرا في نهاية المداخلة إلى حدود اليوم بعد تنفيذ هذا الإضراب لم تتفاعل وزارة العدل مع مطالب القضاءات والله حتى الجيهة رسمية ما تفاعلت مع مطالبنا كلها أعود لوحد نفذنا أحنا ما يعنيش مشكلة أحنا هناك قضاءات نتفهموا لوضع البلاد وضع خيب ويطلب منها أحنا بيدنا مش نساموا في إنقاذ البلاد هذه على الأقل على الأقل في مشروع القانون المالي 2021 يكون ثم بواد متع إسلاح القضاء وإسلاح الدولة هذه وإسلاح المشاريع متاحها على عقس ما نشوفه فيه لأننا أحنا قضاءات نفهمه في القانون ونعرفه شنو ما نشير قدام كتوقس القانون المالي 2021 سمحنا في الكلمة هذه بشتند بوجه كتفهم فيه لاستثمار لعلامات متع إسلاح القضاء قعد في أسفل السافيني نحن نحب أموة يا ناس لاكم تعيشوا في إطار الدولة الديمقراطية يجب أن يكون القضاء مستقل رأوا حقيقة القضاء غير مستقل عدم استقلية القضاء متأتي من القانون المنظب للقضاءات شكرا جزيلا لك سيد معزة بن فرج عضو نقابة القضاءات التونسيين إن شاء لنكنوا بلغنا الاستياء الرأي العام وإلا ربما انتقادات الرأي العام وهذا كل ما لدينا لك شكر سيد معزة بن فرج عضو نقابة للقضاء فقط نحن نقول أن نرى تحقيق استقلالية القضاء بيدكم متومة بيد المجلس الأعلى للقضاء وسادة القضاء في إصلاح هذا هذا السلك وفي إصلاح هذا القطاع نحن نقولكم أيضا أن نطالب باستقلالية القضاء ونطالب أيضا بحرية الأعلام واستقلالية الكلمة والتعددية على مستوى الأداء الأعلام نطالب أيضا بأن كفاءاتنا الطبية يقعدوا في تونس وميها جروش نطالب أيضا بتحسين مستوى التعليم وتحسين ظروف عيش للمربين وللأساذة وللأساذة الجامعيين نطالب أيضا بضمان أمن أيضا للأساذة المحامين ونطالب أيضا بظروف عيش أفضل للشرطة وللأمنيين وللمؤسسات الأمنية بمختلف أسلاكها كل هذه الإطارات هي التي تكون المجتمع التونسي ولا تفاضل لسلك على سلك آخر ما فماشي عيشك تفاضل أنتما أساذة القضاءات مع كامل احترام إليكم سلمت أجير متاعكم رونتما زوز من 2400 من أول درجة إلى 4 ملايين واش اللي من المفروض كانت حسب الشهائد العلمية الأساذة الجامعين مفروض يكونوا أكثر منكم ولكن أنتما طالبتوا بزيادات في 2011 شوما ما طالبوش بزيادات على كل لا الظرف يسمح لا أعتقد أنه الظرف يسمح الاقتصادي ولا أعتقد أيضا في مارس 20% منه والأولوية بشكل للسلطة التنفيذية والإطارات العلي في الدولة وكالشعب الزوالي ماذا يعمل معناه يموت ولا شنو شو مش يعمل شنو هذا هذه العقلية وهذه الطريقة في التفكير نرجو منها أن نتجاوزوها ونرجو أن نتعامل بشيء من العدالة والمساواة بين مختلف أفراد المجتمع التونسي ولا تفاضل بينهم إلا بالعمل وحب الوطن تقريبا أهلا وسهلا بك سعلي ومرحبا بك إن شاء الله نتنوله بأكثر عمق في حلقة أخرى بالطبيعة ويكونوا بحثنا السادة القضاء وإذا مختلف الأسلاك لأنه إذا يضربوا السادة القضاء ربما زاد من غضاء قطع آخر يقول لحنا من حقي سادة نطالب الحماية متاعي ونعمل أضرب متاعي سعلي الحديثنا اليوم على معبر رأس جدير الذي تم فتحه هو حدث مهم جدا ولكن إلى أي مدى هذا الحدث بطبيعة جاء في وقته وما جاش في وقته وجاء مخر بشفتها أفاق كبيرة اللي يتبادل تجاري بين تونس وليبيا نمشي ولي هذا التقرير تأمنوننا زميلتنا كاثر ثم نعود بطبيعة للحديث معك سعلي تونس وليبيا شعب واحد في بلدين ومن غير ممكن غلق معبر رأس جدير مجددا بهذه الكلمات اختار رئيس الحكومة هشام المشيشي أن يعلن عن افتتاح معبر رأس جدير الحدود مع ليبيا وذلك بعد إغلاق الحدود لمدة سبعة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا وتم يوم السبت الماضي إعادة فتح المعبر واستئناف حركة التنقل بين ليبيا وتونس للمسافرين وانسيب حركة السلع والخدمات بين البلدين الشقيقين هو بلا شك حدث مهم طال انتظاره من قبل الليبيين والتونسيين على حد السواء لما يمثله من دعمة مهمة للتبدل الاقتصاد بين البلدين يأكد رجال الأعمال من الجانبين لضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ودفع المبادلات التجارية واعتبر رئيس الحكومة أن معبر رأس جدير شريان حياتي مؤكداً أن الحكومة اشتغلت على ضرورة فتح المعبر على مستوى الحركة التجارية وأشار في ذات السياق إلى أن حكومته قد أذنت بإعادة الحركة الجوية بين تونس وليبيا مستجدات ثمنها مراقبون ذلك أن خطة تونس ليبيا يعتبر من أكثر الخطوط الربحية للناقلة الجوية التونسية إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط شركة الخطوط التونسية كما تعد ليبيا الشركة الاقتصادية رقم واحد لتونس في المغرب العربي فالسوق الليبيا تستوعب قرابة 70% من حجم الصادرات التونسية سنوياً ويمكن لتونس بما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية وخبرات تقنية في كافة المجالات أن تسيم بقدر كبير في بناء ليبيا الأمر الذي سيساعد على تجوز الكثير من المشكلات الاقتصادية المزمنة وخاصة تلك المتعلقة بمستويات البطالة وفتح المجال للشركات للاستثمار في ليبيا ولكن ذلك لن يكتمل إلا بانتهاء الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا والحل لهذه الأزمة هو الاستمرار في الحوار السياسي لأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية وذلك ما دعت له المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز لدى أعلانها عن انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي المنعقد منذ يوم الاثنين الماضي في تونس وقالت ويليامز إن المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية ستتواصل بعد أسبوع عبر الأنترنت للوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا وأشارت ويليامز إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 مذيفة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين شكرا لك أوثل على هذا التقرير سعلي اليوم تحل معبرس جدير أخيرا الساعة نحب نشوف متابعتكم كيفاش تقبلت وفتح معبرس جدير بعد تقريبا غلق دم سبعة أشهر أنا شديد كلمة من كلمة السيد رئيس الحكومة أن قال يجب أن لا يغلق مجددا أنا أقول محقوش تغلق أساسا لأنه كأنك جيت الجسم واحد وقسمته على ثنين نحن سبعة أشهر والمعبر مغلق المدار اللي ترتبط على الغلق هذاء بالنسبة للشعبين مدار كبيرة ونحسوا أنه معناته كل المصالح تعطلت من هالمعبر بما فيها الناس اللي متساكنين في المنطقة متاع المعبر هذية اللي كانوا يعيشوا من هالمعبر هذاء نحن كغرفة تونسية ليبية من يوم أغلق المعبر ونحن نجاهد ونتصل ونكتب ونحمس فيش يعاد غلق المعبر استبشرنا اليوم الحمد لله أنه فتح هالمعبر هذي بعد جهود كبيرة إن شاء الله عملية الفتح التي استبشرنا بها تعقبها بعض إجراءات عملية لأنه فتح المعبر الحالياً وأنا كنت حتى في اتصال مع الأخوة بالجانب الليبي وخيان في بنقردين الإقبال محتشم نوعياً محتشم نوعاً ما كنا نستنعوا في إقبال كبير من الأشقاء الليبيين لأنه كانت مصالحة معطلة مثل عائلات اللي عندهم مرضى في مصحات ثم الناس عندهم مصالحة هوني كنا نستنعوا في إقبال كبير لكن الإقبال اليوم كان محتشم لسببي يجب نتجاوزه سبب الأول هو أنه عملية الفتح جاءت يوم سبت يعني الإدارة الليبية اللي بشتعطي الترخيص التحليل الكل ما تخدمش لأنك ثلاثة يام ضيع نام نظرياً مفتوح لكن عملياً مش مفتوح الثنين في البروتوكول الصحي اللي عملته الحكومة التمسية بالتوافق مع جانب الليبي نقول هو بروتوكول جيد لكن عملياً فيه بعض الهينات منذل فيه بعض الصعوبات اللي يصعب على المواطن الليبي معناته أنه يقوم به أنه يقوم به منهم التحليل هذه إيه موزو ذلا سعليت وإحنا نفس المشكل توريح سابقاً في حكاية تماناً فتح الحدود وفتح الأجواء مع بلدان أخرى مع بلدان أخرى لكن الوضعية مع ليبيا تختلف تماماً كيفاش؟ تختلف تماماً لأنه أنا عندي من الشعب الليبي أنه ولا متواسع يدخل يومياً مرة واثنين كانوا ليبياً ولا تونسي كيفاش مش تعامل مع النوائية هذه من العباد وهذه كان شرط من شروط فتح الحدود الحجر الصحي اللي مطلوب أنا اليوم نستنى في شاحنات كبيرة باش تدخل تهز البضاعة التونسية اللي عندها أشهر تترقب باش تمشي الحرفاء هالسواق هذا اللي باش يدخل كيفاش مش يعمل الحجر الصحي يقض عشر أيام هون يستنى حتى يكمل الحجر الصحي يعني ثم صعوبات التوى اكتشفناها ميدانياً يزمنا تجاوزوها بالحوار وبالتفاهم وبشوية مرونة العملية ممكنة لكن يزمنا نلبتو نظر السلطات في البلدين أنه رأي ثم شوية صعوبات طيب بللي أعطينا فكرة على أهمية الفتح وأهمية التبادل التجاري يا أخي هو كان فما التبادل التجاري في ظل الوضع الموجود في ليبيا من سنوات ما زال موجود وفما التبادل اللي مهم جدا ونعمل عليه سعلي شوف التبادل التجاري بين تونس وليبيا بعمر وموقف حتى في أصعب الظروف في الألفين وحداش وقت القنوات التلبزية الكل تحكي على الجراد وعلى نيتو يضرب وكذا أحنا كنا نصدره في سلعتنا وكنا نصدره للطرفين يعني للحكومة الرسمية في ليبيا وكنا نصدره المجلس النواب يعني الجوانب الكل نحن نتعاملوا مع الجوانب الكل معناشي هذا جانب هيك ولا جانب هيك لأنه مصرحة تونس ومصرحة ليبيا ما يزماش تاقف لمجرد حتى في الظروف الأمنية الصعيبة كنا نلقاه وسيلة باش البضاعة التونسية توصل للمستهلك الليبي لأننا نحن عاننا مستهلك متعود على بضاعتنا لسنوات وخدمنا على أنه نعودوه على نوعية معينة من البضاعة ومن الجودة كيف تقصلي أنت وتخرجني فروا الطبيعة ما تقبلش فراغ وثم غيري يستنى في الفرصة الأهمية متاع المبادلات التجارية على ليبيا ثم بعض وخياني قارن بالأرقام قارن أني على إيطاليا عملت كذا وعلى فرنسا عملت كذا على ليبيا أقل لكن كيف نحللو لأنه ليطو تو تو كيف نحللو نوعية الصادرات على ليبيا نلقاه ثم أهمية كبيرة بأنه فيها بوعد اجتماعي أنا عندي 1400 مؤسسة تنسية تخدم وتتعامل مع السوق ليبيا من الكبيرة للصغيرة للميكرو وانتر هذي من نجام ما نعملو مع إيطاليا أو مع فرنسا أو مع بلدون أخرى ثم نسيج مؤسساتي اللي عايش من بعضه وكيف نقول كريم مؤسسة صدر في 10 لاف دينار سنويا رهم قبلها ليبي شرب 10 لاف دينار سنويا يعني أسرة ليبية متواضعة وأسرة ثمسية متواضعة هذي الأهمية قبل حتى ما تكون أهمية اقتصادية ومالية ثم أهمية اجتماعية في الوسط هذي بقطع تسكير الحدود وقعت هالمشاكل هذي لكن نحب نقوله أنا راهي معبر رسجدير مش أول مرة يتسكر راهي لسنوات شنو كان تبيعته إغلاق المعبر سبع شره وكان مسك أنا مثلا أثر على التجارة أثر على شركات هوني أثر على كمية السلاع اللي قاعدين نصدروا فيها نحن نشوف الأرقام مثلا على الصادرات نزلت تقريبا 25% 25% رقم مهم في رقم معاملاتنا على ليبيا هي صادراتنا الكل نحصرت نقصة تقريبا نشطر لكن ما بين 2019 و2020 نقصنا تقريبا 20-25% فهذه عنده همية كبرى عنا راه مؤسية نسيج صناعي في تونس يشتغل على ليبي بيعامل خطوط إنتاج خاصة بليبي وعننا حرفاء في ليبيا ما يتعاملوا إلا مع السوق التونسية ومع الصناع التونسية هذو مبين مش يلقا ورواحهم مش يقولوا يستنوني أنا حتى رجع على الاعتبارات ورجع على المعبر ونحط أنتوا في ظل منافسين يصطادوا في الفرصة ويساعدهم أنهم نخرج وأنا كنخرج لمدة شهر وشهرين نجم نرجع لكن كنخرج لمدة سبعة شهر ثمانية شهر صيبة رجوع أصعب هذا اللي حبينا نقلوه معنا طوأحنا بنسبة ليحنا لباردو مرشي في الأسواق الليبية فمش كون فكاننا في هذه السبعة شهر ذي نحنا من ثلاثة أربع سنوات حتى أكثر يمكن بدينا نغيبوا على السوق الليبية غيبنا أولا رسميا في إغلاق الصفارة في إغلاق البعثة التجارية في وقف الطيران ما بين تونس وليبيا على الأقل الخطوط التونسية يعني بدينا نغيبوا الغيابة ذي اسمح المجال أفسح المجال لمنافسين أن يدخلوا بشوية بشوية ويبتكون الحرفاء ثم قطاعات اللي صمدت على هالمنافسة هذه كما قطاع الصناعات الغذائية كما قطاع الأدوية صمدوا لكن ثم قطاعات أخرى اللي تضرت نهائيا وربما ربما حتى ما نكونش متشاهم برش أما ربما يصعب رجوحها في شهرين وفي ثلاثة وفي عام يلزم عمل كبير من جميع الأطراف باش الرجعوا هذه الصناعات هذه لمكنتها في السوق الليبية وهي فهم أفاق مهمة واقعين على أرض الواقع سعلي شوف ليبيا بعد استراتيجي لتونس وتونس نفس الشيء الليبيا أنا اللي نقوله أنه نحن توقع اتحاد صناعة وتجارة كغرفة تونسية ليبيا مشخصين الوضع كما يلزم عنا رؤية واضحة للسوق الليبيا لأنه أولا عنا رؤية من خلال دراسة ميدانية عنا علاقات كبيرة مع حرافاء في ليبيا كنا في دليزية مع توقاعدين بالنسبة اللي نحن الناس يتعاملوا معنا مصحاتهم معنا وإحنا مصحاتهم معهم لكن اللي طمني أكثر فالبروش هذه أنه احنا ما اعتبرنش السوق الليبيا سوق متاع بيع احنا السوق الليبيا بالنسبة لنا هي سوق بارتوناريا هي سوق شراكة هي سوق توازن أنا نعرف أنه حاليا تم صناعات ليبيا ناشئة أنا سوق مفتوحة إذا كان عندها مجال وأنا كغرفة تونسية ليبيا عندها مجال أنا توزع في تونس مرحبا بها ما تماش أنا نبيع برك أنا حب نبيع ونشري ونخلق الحركية هذه في الاتجاهين هذه اللي يخليني أنا قدوة المنافس الأجنبي الآخر عندي عندي الضغط باش نخرج لأني عندي الوسيلة أني نتعامل بندية وبتوازن وبرؤية بتاع مصر هذا هو طوام باش نكون واقعين صلي فما برشة صلاحة كما قولوا فما الجانب المصري شقيقة مصر من غادي فما التركيا والجانب التركي برشة صلاحة وكتسحت الأسواق الليبية فإنش نجم ونسترجعوا مكانتنا ونسترجعوا دورنا في السوق الليبية وأنه نفرض والعاود ومن جديد السلاح متاعنا غادي شوف في 89 بعد رجوع تونس الليبيا بعد الغلق خمس سنوات قعدنا تقريبا سنة ونص تونس وحدها تخدم على ليبيا وحدها وحدها قعدنا وحدنا نخدم على ليبيا نهارتا اللي رجعت مصر كلنا أو الناس اللي نظره مقصير قلنا سي احنا توا جانا اشكون ربما يخرجنا لكن العكس هو اللي صار لأنه فسحنا المجال للمستهلك الليبي وللتاجر الليبي أنه يقارن ما بين البضاعة التونسية وبضاعة أخرى جودة وكلفة ورجعنا وكل ما تحرر للسوق الليبيا إلا ولكينا احنا أرقامنا تحسن في الصادرات على ليبيا احنا البلاد الوحيدة تقريبا مع ليبيا اللي عنا اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمواصفات فانا السلعة التونسية اللي تخرج الليبيا يطبق عليها مسبقا مراقبة متاع الجودة فالمواطن الليبي يعرف أن السلعة هذية اللي جاية من تونس راي جارانتي خلافة اللي ما يدخل بلدان أخرى وانا ديما نقول الخيام في تونس ثم الهيئة العامة بمراقبة الأغذية والأدوية في ليبيا تصدر نشرية شوفوا قداش من سلعة جاية من بلدان أخرى معنا تمسكت أنها غير مطابقة المواصفة وأنها بضرة بالمستالك وشوف قارن بالسلعة التونسية من تلقاء السلعة التونسية أو مرة في قداش معنا حاجة لأنه احنا نحترم المواصفات هذا يجعلني أنا نهتمان شوية ثم أني ثم مناطق في ليبيا لفوقت من الأوقات لسبب أو آخر تاو ما نش بيش نرجع للموصل تلهيش اليوم في المقاربة الجديدة متاعي عندي اتجاه في منطقة الجبل الغربي اللي هي منطقة بكر نزل وعندها امتياز أنها تسمح لدخول البلدان الأفريقية عبرها عبر المنطقة هذه عندي حاليا منطقة الشرق ما عملش عليها ما يكفي من المجهود والنجم نوسع فيها تجارتي لأنهم يحبون رغم اللي قرب هم من مصر أما ثم شروط ثم توفير خط بحري ثم توفير نقل للجنوب ثم عدة اشتراطات صغيرة اللي ما تكلبش الحكومة التونسية والدولة التونسية مجهود كبير مع أنتم مالي التناول السياسي للملف الليبي أثر العلاقات السياسية التناول السياسي مسألة أحيانا الحيادة سلبي أو الحيادة غير سلبي أثر هذا على التبادل التجاري وعلاقاتنا بجانب الليبي أنا نقول غيابي على ليبيا وعلى الساحة الليبية سياسيا أثر علي غياب غياب لأنه غلق السفارة لمدة سنوات هذا غياب غياب رسمي على السوق الليبية على الساحة الليبية سياسيا هذا أثر علي لأنني شوف نعطيك مثال نحن قبل 2011 عنا حوالي 13-14 شركة مقاولات كبيرة في تونس نحن ديما كنت حدث على صادرات الليبيا نحكيه على صادرات السلع لكن عنا الخدمات اللي تحقق أرقام كبيرة وهامة هالشركات هذو ما كانت عندها عقود في 2011 بألفين مليون دولار شوف القيمة الكبيرة وقتلشات الحرب انسحبت وخلت معداتها ثقيلة ذات كلفة عالية خلت مواد أولية خلت رسمال خلت ملقينة حتى مساندة من أي جهة كانت مانيش نرمي في اللايمة على حكومة ولا أما اليوم إذا كنباش نرجعوا في ظل حكومة ودولة ما تتحميني أنا كمقاول ولا كرجل أعمال أنا عندي أمل أني نكتسح أسهل السوق وهذا يشوفوه من خلال الأتراك كيفاش عاملين الأتراك موجودين موجود الدعم على الصادرات التركية موجودة البنوك التركية متواجدة بكثرة في ليبيا يعني الرجل أعمالة التركي يلقى كل التسهيلات من دولته خلافاً لرجل أعمالة التونسي اللي يدخل ليبيا ما عمل أن نروح ما يش حاجة أخرى ما عدا توا أحنا أخيراً وقت اللي تحركنا كغرفة في ظل في ظل غلق المعبر البري واخذينا اضطرينا باش ننقلوا عن طريق البحر وزارة تجارة مشكورة ومركز النهود بالصادرات قالوا ندعموا شوية نظراً لكلفة ودعموا الصادرات عن طريق البحر بنسبة معينة اللي خلاتنا نتنفسوا شوية وبعض بعض سلاع ما عندهم من قطعتش على السوق الليبيا موجود طوى سفير ليبيا سفير تونسي اللي تعين مؤخراً ينجمي حلحل الموضوع ويحلحل الحكاية ولا الصعيبة شوية بسرح لا لا خلي نقول لك حاجة أنا متفائل متفائل موضوعياً موضوعياً لأنه رجعنا توحنا الليبيا رسمياً وانا وتيحت لي الفرصة أني السفير جديد متعنا في ليبيا نقدم معاه ونحكي معاه لقيته أنه رجل يحب يفهم السوق الليبيا رجل نشط عنده رؤية معينة وهذا يخليني ينتفائل نوعاً ما وزارة تجارة زادة حالياً السيد الوزير الجديد ولد الوزارة ويعرف وعنده رؤية محمد أيسي محمد وعنده رؤية ومركز يعرف أهمية سوق الليبيا واخدها قرارات اللي مشانها أنها تعاون رجل العمال والمصدر التونسي اللي اللي رجوعوا إلى ليبيا قعدتلي أنت أسألتني على فتح المعبر فتح المعبر الحدودي إذا كان ما يوصحبش بإجراءات أخرى هامة جداً يكون ما عندوش معنى كبير نحن منذ سواع شهور البنك المركز اللي بيخدا قرار بمنع فتح الاعتمادات للصادرات عن طريق البر والقرار هذيه فيه ما فيه ينجل نكون حتى في إطارة ددفع في إطارة ددفع نتفهموهم نتفهمو وقرار سيادي ما ننقشوش لكن اليوم معادش عامده مبرر لأنه هو أخذ واتعله أنه مدام المعبر الحدودي البري مغلق ما ذهب إيش اعتمادات لأنه مثلما يصادرات عن طريق البر اليوم رجعت صادرات والمعبر فتحة ومش ترجع الصادرات عن طريق البر هل سترجع الاعتمادات وتفتح من جديد؟ ولا لا هذيه وكن نقول ستفتح أنا متأكد أنها ستفتح إن شاء الله لكن الوقت عامل الوقت عنده حساب أنا عندي شاحنات واقفة توا في الحدود تدخل ولا ما تدخلش إذا كان مثلا ماشا اعتمادات زيت زيت فهذه هالجزئيات هذية إن شاء الله الدولة الحكومة بتاعنا وجميع الجهات المعنية بالموضوع تتحرك في الوقت اللازم باش نتلفاه هالجزئية هذية وخاصة خاصة البنك المركزي الليبي التونسي اللي نعرف أنه سيمروان العباسي عنده علاقات كبيرة في ليبيا وينجي محل حللنا الموضوع هذيه في أقرب وقت عنصر الوقت هو الليهام جدا واضح شكر ليك سعلي إذا كان عندك إضافة أخيرة شنو المطلوب اليوم أنا الإضافة الوحيدة نحب نتقدم بالشكر للسيد والي مدنين اللي في الظرف هذيه قاعد 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 بجهد كبير باش يسره العملية هذية ونتجيزه أحيانا جزئيات اللي البيروقراطية أحيانا تخلق فيها مناته صعوبات فشكرا لي وإن شاء الله إن شاء الله يقض محلول على تور كما قال سيد ريس الحكومة ما عشي تسكر المعبر أنا شوف المعبر كان ربما ما نحبش ندخل فيه المعبر كان رهينة في وقت من الأوقات في يد بعض الجهات اللي كانت يعني أنا لوم نحن المعبر نحب نجنبه هال مثل ما استعملات استعملوها السياسيين ما نعرف إيش مليئة التناكفات التجذوبات سياسي أنا نحب نبعده المعبر هذيه رو حيوي رو ما يجمش يغلق ونحب ندعم معبر ذهيب وازن لأنه يخلق شوية توازن إذا كان معبر هذيه لسبب أو آخر حتى النقل الجوي زدها وتفتح النقل الجوي ما نشفهم علاش الخطوط التونسية اللي كانت أكثر جهة ربحية لها هي ليبيا وجهة ربحية هي ليبيا اليوم سكرة ورافضة تقريبا مش رافضة معطلة أن ترجع لتونس الليبيا ها صيد حلت إن شاء الله ونأمل أن تتواصل لفتح المجال الجوي بين تونسي أنا ورح لدي شي فيها إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك سعلي بركة الله فيك على حضورك وعلى كل هذه الإضحات علي الزوادي الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبيا بعد شوية استقبلوا ضيوفنا بطبيعة كيف معقولت لكم نحكيه على مسألة تخفيف الدروس بطريقة الإدماج وطريقة الترحيل وغيرها من الطرق تقييم أولي لعملية التدريس بالأفواج وتقييم أيضا أولي لمسألة تخفيف الدروس مع سيد كمال حجام المدير عام لكزة وطن التكوين وتطوير الكفاءات السيد حاتم عمارة مدير عام المرحل العدادية والتعليم الثانوي السيد نور الدين المنجي الكتب العام لنقابة التعليم الاتدائي وسيد عمد بن أبراهيم كتب عام نقابة التعليم الأعدادي والثانوي نمشيوا لهذا التقرير لزميلتنا جهان على الواتي ثم نستقبل بتبعى ظيوفنا